بمناسبة الذكرى الستين لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عقدت المنظمة بالتعاون مع المملكة حلقة نقاش رفعة المستوى حول قضايا السياسة الرئيسية التي تحدد مستقبل النقل الفعال والمستدام ولوجستيات التجارة وسلاسل التوريد العالمية من خلال المواني اليوم شاركت المملكة بورشة عمل عن سلاسل الإمداد منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كانت تركيز على سلاسل الإمداد واستمراريتها الحمد لله المملكة لا تجربة ناجحة خلال كوفيد ولا تجربة ناجحة خلال الأوضاع في البحر الأحمر الأهم طبعا هو التحضير لمؤتمر القمة التي سيعقد في عام 26 في المملكة والمملكة ستستغيفه لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في مايو الماضي فوز المملكة باستضافة منتدى لنكتاد العالمي لسلاسل التوريد في عام 2026 ما يعزز مكانتها وريادتها بوصفها مركزا لوجستيا عالميا ومحورا دوليا لربط القارات الثلاث نسخة المقبلة للمنتدى ستكون باستضافة المملكة حيث يعد حدثا عالميا نوعيا وتجمعا محوريا يجمع القادة والخبراء والمنظمات الدولية لتشكيل مستقبل التجارة العالمية كما يشكل منصة حوار عالمية تهدف إلى تحفيظ الاستثمار في مجالات التنمية المستدامة طاها يوسف حسن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية قناة الإخبارية جنيف